اتفق وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف اتفق على استمرار التشاور وتنسيق الوثيقة حيال التطورات الإقليمية ذات الصلة جاء ذلك خلال اللقاء شكري مع وزير خارجية جيبوتي خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كامبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز شدد الوزيران على رفضهم لأي محاولات لانتهاك سيادة دولة الصومال وسلامة أراضيها كما اتفق الجانبان حول أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في السودان ما يمهد البدء في عملية سياسية تضع حدا لمعاناة الشعب السوداني الشقيق